اذا كنت عراقيا وعبرت عن صخطك على الواقع الذي تعيشه فاعلم انك ستدفع فاتورة ذلك قد تكون حياتك بالقتل او السجن او الاعتداء في محافظة السليمانية حيث تغلق السلطات الامنية كل نوافذ التعبير الحر عن المطالب تظاهرات الطلبة جوبهت بالقمع المفرط ضرب بالعصي وخراطيم المياه والقنابل الغازية وتعقب للمتظاهرين بغية اعتقالهم وتعذيبهم وللتعتيم على القمع الحكومي اصبح الصحفيون في مرمى القوات الامنية الى درجة اوضح فيها مركز مترو للحريات الصحفية ان ما تعرف بقوات الاسايش تعتقل كل من يحمل كاميرا معبرة عن الاوضاع التي تشهدها السليمانية بالمأساوية الى الان تم اخفاء عدد من الصحفيين دون ان تذكر السلطات شيئا بخصوصهم او اماكن اعتقالهم مركز مترو رسم صورة تشاؤمية عن مستوى الحريات شمالي العراق مبينا ان الامور تتجه نحو الاسوأ والسلطات الامنية مستمرة بالتصعيد ضد المتظاهرين السلميين وخصوصا في ظل ملاحقة الصحفيين كي لا يكونوا شاهدين على واقع الحراك الشعبي وكيفية تعامل السلطات مع مطالب المتظاهرين مراكز ومنظمات حقوقية عديدة عبرت عن قلقها من تدهور الاوضاع في السليمانية واربيل وادهوك في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين واختيارها الحل الامني للتعامل مع الواقع اصرار الحكومات في اي بلد على تجاهل المطالب الشعبية يدفعها الى مواجهة المتظاهرين بالقم وفي حال لم يجد القمع في احتواء التظاهرات تزيد السلطات من درجته دون ان تصغي الى وجع الشارع الثائر ولعل في هذه النقطة تتشابه قصة الثائرين العراقيين من شمال العراق الى جنوبه